بعد أربية شو سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم الخطر النبي عليه الصلاة والسلام كان يحزن على كل نفس فلتت منه إلى جهنم كل إنسان يموت على كفره أو على شركه النبي عليه الصلاة والسلام يحزن وكل إنسان يدعوه إلى التوحيد ولا يستجيب النبي عليه الصلاة والسلام يحزن لأنه نبي مرسل يحبنا يحب الناس جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ربي صحانه إِنَّيَسِنْ فِيَا عَلَيْسَاتِهُ سَلَمْ وَلَا تَحْزِنُ وَحَدْ زِنَارَ فِلَّاسٍ خَطْرًا سَمَيْسْلَسِيونِ يَمُّوهُ ذَكَ فِرِيو ذي المشركة ذي يحزن فلاس خطر يحملكث خلقيث ربي صحانه وَلَا تَحْزِنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَحْزِنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ بلا شك هذه المواقف مواقف الكفار مواقف المشركين تسبب حرجا وضيقا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يتمادون في كفرهم وشركهم ومكرهم يمكرون مع ذلك يمكرون يؤذون ويفعلون ما يفعلون النبي عليه الصلاة والسلام ينسى ربي صبحانه الحد زنارا في الله سام وإلى قارا يسوس على خطره وإلى قارا يضيقوني فهين يقدرون إغاضي كالحالتي ذات نيثني فورا خدمنا شريك يا ربي يارنا ما زال أخدمنا المكائد أخدمنا المكر أما الرسول أما الرسول قفليس أما الرسالات يدي شقع ربي صبحانه مرة ترجمة نانسي قنقر